بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الخبز للعزباء في المنام فرؤية الخبز في منام العزباء يدل على قرب سماع خبر سعيد تنتظره وشراء الفتاة العزباء للخبز يدل على نجاح سعيها في رزقها سواء كان هذا الرزق دراسة أو عمل وإذا رأت أنها تقوم بعجن الخبز وخبز ثم تقوم بتسويته في الفرن فإذا كان مظهره وطعمه جيد بعد صنعه فيدل على أنها ستلقى استحسانا من الناس وإذا رأت أنها تأكل خبزا مصنوعا من الشعير فيدل ذلك على أنها سوف تتزوج من رجل كريم وتوزيع الخبز للعزباء في المنام بين الناس يدل على أنها سوف تنال علما نافعا فإذا رأت الفتاة العزباء أن ميتا أعطاها خبزا فإن ذلك يدل على مال ورزق وفير وأما بالنسبة لحالات شكل الخبز في المنام ففي حالة الخبز الأبيض يدل على الرزق والعيش في هناء وسعادة والخبز الأسود يدل على العيش في ضنك وضيق الحال والخبز المر يدل على مرارة العيش والخبز الشهي يدل على غلاء الأسعار والخبز الطازج يدل على أن أمورها مع الله جيدة وأنها صالحة الدين والدنيا وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر